صادفة قبل عدة أيام الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي يتكمل أيضا الجهود الإنسانية التي بذلتها جمعيات الهلال الأحمر الخيرية التي أنشأت في بداية القرن الماضي ليس فقط في فلسطين ولكن في دول متعددة في الوطن العربي وسعدنا يكون معنا من داخل الستوديو مش في خدمات البرامج الاجتماعية في الهلال الأحمر الفلسطيني هو الأستاذ رباح جبر وأيضا يعمل في الجمعية منذ 18 عاما الله يصبحك بألف خير صباح الخير إلي كل الأخوة المشاهدين كيف أصبحت؟ الحمد لله بخير صحة منيحة أول شيء أكيد بنبارك بنثمن الجهود العاملين الكوادع العاملين والمتطوعين في الجمعية ونحكي لكم إن شاء الله مزيدنا التقدم والتطور في تقديم خدمات إنسانية لكافة المواطنين تستمع الله خليك بداية لنا وبالمشاهدين بداية تعريف عن تأسيس وبداية الجمعية في فلسطين وفي دول مختلفة في الوطن العربي يعني جمعية إلي الأحمر الفلسطيني هي جمعية من أقدم الجمعيات في المنطقة العربية بدأت من 1915-18-28 كانت موجودة في مدن مثل نابلس مثل حيفا ويافا والقدس والآخر لكن كجمعية وطنية كانت بعض فروع الجمعية وبعضها تأسست عام 1948 بفعل النكب لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين مثل طول كريم ومثل نابلس ووجنين وعدد من الفروع الأخرى لكن كجمعية وطنية تأسست بموادرة من الدكتور فتح عرفاك وبقرار من المجلس الوطن الفلسطيني سنة 1968 والآن تدير الجمعية 43 فرق منتشرة في سوريا في لبنان في مصر في العراق وفي فلسطين في الضفة والقدس وقطاع غزة وتقدم خدماتها للشعب الفلسطيني أينما تواجد دعنا نتحدث عن هذه الخدمات التي قدمت نحن نحكي عن 45 سنة 45 سنة في محطات مختلفة وأكيد كان في تطوير في تقديم هذه الخدمات يعني أبرز هذه الخدمات التي تقدم يعني بالأساس بالأساس الخدمات الصحية لأنه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واكبت معاناة الشعب الفلسطيني في كل مراحله سواء في الداخل تحت الاحتلال في الشتات الحروب الإسرائيلية على لبنان غيرها عشرات المستشفيات والعيادات التي أسست ومن ثم راحت أسست ومن ثم اندثرت بفعل الاحتلال وبفعل الهجمات لكن دائما كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في كل هذه المحطات تقدم خدماتها الصحية للشعب الفلسطيني بالأساس وكذلك الخدمات الاجتماعية يعني ليس فقط خدمات صحية بل أيضا طورت خدماتها الاجتماعية فإذا بتحكي بتحكي عن جمعية واكبة قضية شعبها منذ أن بدأت قضية الشعب الفلسطيني وفي هذا المجال قدمت الجمعية أكثر من 170 شهيد أو 180 شهيد على مدار مسيرتها التي امتدت على 45 عام وقدمت أيضا عشرات الشهداء المتطوعين وخاصة المتطوعين العرب والأجانب فالجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كما قال مؤسسها الدكتور فاتح عرفات هي البرلمان الإنساني للشعب الفلسطيني جميل يعني أكيد رحم الله جميع الشهداء هذا غير منفصل بالتأكيد عن كمان فئات المجتمع المختلفة تحدثت الآن عن وجود المتطوعين وهذا كمان كان جزء مهم جدا وما زال مستمر في الجمعية بمعنى أن الجمعية بأساسها قائمة على موضوع التطوع حكيتنا أكثر عن هذا المجال يعني المتطوعين في الجمعية إذا بنحكي عن المتطوعين في الجمعية فوق الـ 25 إلى 26 ألف متطوع منتشرين في الوطن والشتات المتطوعين داعمين أساسيين لبرامج الجمعية ولمجتمعات المحلية أيضا يعني إذا بنأخذ مثلا برنامج إدارة الكوارث في الجمعية ومجد الثلج الأخيري والبرد الأخير والفيضانات اللي حصلت في غزة أكثر من 950 متطوع مدرب على الإغاثة بمختلف أنواعها في الإسعاف والطوارئ في برنامج الصحة النفسية في التأهيل الأشخاص ذو الإعاقة يعني عندنا مدربين متطوعين في كل المجالات إضافة إلى المتطوعين اللي بيدعموا المجتمعات المحلية في حملات معينة واللي بساعدوا المصليين على الحواجز في رمضان وإلى آخره هذا عدد يعني وكم كبير هذا يطلب كمان جهد من الكوادر الموجودة في الهيلال الأحمر فبالتالي كمان فيه كم من الكوادر في الجمعية فيه متطوعين مدربين متخصصين هذول يجل إنتثمار فيهم على مدار العام وكل عام وفيه أيضا متطوعين شباب بيخدموا مجتمعاتهم المحلية بأشكال مختلفة هذول بيعملوا تحت مظلة فروع الجمعية المتطوعين الشباب بشكل خاص بينما المتطوعين المتدربين بيعملوا تحت شراف برامج الجمعية لأنه أحد مبادئنا هي التطوع أحد مبادئ الحركة الدولية السبعة أيضا هي التطوع التطوع عماد الحركة الدولية للهيلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي طيب لو تحدثنا عن وضع كمان الجمعية في دول مختلفة الآن يعني لو تحدثنا عن لبنان عن سوريا ما يقدم أيضا للاجئين الفلسطينيين كيف بتم التواصل والدعم بشكل أساسي المزبوط سوفي عام 2013 كان عام تحدي بالنسبة للجمعية وعام إنجاز في نفس الوقت في هذا العام استقبلنا موجتين برد موجي بشهر واحد من 2013 وموجي بشهر 12 2013 الجمعية كوادرها مطوعينها قدمت خدمات لأكثر من 68 ألف فرد حملات إغاثة بسبب موجة البرد بسبب الاعتداءات الاحتلال وهدم بيوت وبركسات المزارعين في الأغوار وفي جنوب الخليل وبسبب موجة التلج الأخيرة أيضا تم الاستكمال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بالإضافة إلى ذلك عام 2013 كان عام معالجة التحديات التي خلقها الاعتداء الإسرائيلي في نهاية عام 2012 على قطاع غزة وأيضا عام 2013 كان عام تحدي بالنسبة للجمعية الأحمر والفلسطيني خاصة في سوريا ولبنان نتيجة المعاناة اللي بعايشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان وفي سوريا في لبنان في عنا ثلاث مستشفيات وست عيادات في سوريا ثلاث مستشفيات وست عيادات تقدم خدماتها ليس فقط للاجئين الفلسطينيين أيضا للفقراء السوريين وأيضا أكثر من أربعين ألف لاجئ فلسطيني نزحوا إلى لبنان يعني آخر إحصائيات كانت أنه على سبيل المثال في لبنان خمستاشر ألف خمستاشر ألف مريض تلقوا خدمات علاجية في مستشفياتنا منهم 12% سوريين ومنهم أيضا 14% من فلسطين سوريا اللي هاجروا إلى لبنان في عياداتنا في لبنان 22 ألف مريض منهم 38% من أصل سوري فهذا أضاف عبئ كبير على الجمعية لكن بنفس الوقت الجمعية قدرت ميزة الجمعية قوة الجمعية قدرتها على التكيف مع الأوضاع باستمرار طب لو تحدثنا عن الداعمين يعني مين اللي كمان بدخ هذا الدعم في الجمعية عشان تستمر وتقدم هاي الخدمات بهذا الكم أيضا الدعم الأساسي نتلقى من شركائنا في الحركة الدولية ومن مجتمعاتنا المحلية بمساهمة مجتمعات محلية أيضا وفي هناك أيضا دعم مشكور من السلطة الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني مبلغ مقطوع بالعادي يعني بسكر ربع إلى تكلفة خدماتنا طيب أنه يعني ننتقل الآن لحديث عن تجربتك أستاذ رب واحيان تحدث عن 18 عام داخل الجمعية يعني أنت كمان وكبت هذا الاختلاف والتطور بداية ما يعني لك هذا العمل يعني 18 سنة كل يوم بتروح عن نفس المكان وتشتغل مع كوادر مختلفة وأكيد مر عليك أجيال تجربة الشخصية يعني أولا الواحد بيوصل لمرحلة في طبيعة المؤسسية هذا بترجع لقناعات الشخص طبيعة المؤسسية اللي كونها مؤسسة إنسانية جمعية وطنية رمز من الرموز السيادي الوطنية الفلسطينية جمعية الأحمر أو الصليب الأحمر فأي دولة هي رمز من الرموز السيادي أنا بطبيعتي بخلفيتي وصلت لمرحلة تماهيت مع الجمعية يعني بقدرش أشوف حالي بدون جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هل فيه فرق بين واحد رايح بس مجرد على وظيفي وبين رايح بناء على قناعات وقناعات تراسقة لأنه من خلالها إحنا بنختم كل الشعب الفلسطيني ليس فقط أنا كل زملائي أيضا بس يعني كنت بدت في الجمعية متطوع واتطورت كمان المسميات والمهام اللي موجودة عندك صحيح بديت متطوع بديت بعدين ثم أصبحت مدير مركز ثم أصبحت يعني إلى أنت سلسلت والجمعية لها يعني كما نعطي الجمعية الجمعية تعطينا أكثر هل في أجيال مرت مختلفة كمان على الجمعية من الشباب يعني وكبتهم هم صغار والآن هم كمان في مراحل مختلفة من الشباب ومن الموظفين يعني ميزة جمعية الهلال أحمر الفلسطيني أنها تستثمر في الكادر تستثمر في المتطوع مئات الكوادر والمتطوعين اللي مروا على جمعية الهلال أحمر الفلسطيني وأصبحوا الآن يعملوا في مؤسسات أخرى ومنقول بش مشكلة كله لشعبنا وبالتالي حتى الاستثمار اللي عملوا في الإنسان الفلسطيني هو لصالح شعبنا الفلسطيني أينما تواجد بالتأكيد طيب 45 عام يعني هذا الكم أيضا من الأنجاز ومن أيضا بناء هذا الزخم ماذا بعد يعني إيش في خطة كمان مستقبلية بتنظروا لها ولتطويرها أيضا في مجالات مختلفة يعني بالمستقبل إحنا الآن يعني قاعدين بنحضر للمؤتمر العام الحادي عشر للجمعية اللي ممكن ننعقد بين شهر نيسان يعني بين 4 وبين 5 إلى 2014 في استراتيجية جديدة للجمعية طور المناقشة من أجل تقديمها للمؤتمر الاستراتيجية هذه إضافة إلى الاستمرار في تطوير نوعية الخدمات التي يستحقها شعبنا دائما يجب أن نطور في نوعية الخدمات المقدمة اثنين تقوية دورنا في سوريا ولبنان لأنه واضح أن الأزمة ما زالت يعني في عزها وممكن كمان الطول وثلاثة الرسالة الأساسية أو المكون الرئيسي للمؤتمر الاستراتيجية الجديدة هي تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني أمام الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الاحتلال أنا أبدأ أشكر جزيلا شكرا على هذه المداخلة وكل عام وأنتم بألف خير لإلك ولكل المتطوعين والكوادر الموجودة أتمنى لكم مزيد من التقدم أيضا في هذا المجال يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد الله يعفيقي وشكرا بيلك